عموما مباراة الاسبوع 28 في بطولة الدوري اللي الاهلي وصل لمكانه الطبيعي فيها وتصدر المسابقة الانتاج مع الجيش الانتاج ده الاسبوع 28-2-1 الجنة والنجوم 1-1 دجلة والمقولين 0-0 برامد كسب الاسماعيل 3-1 بتروجيت كسب الاتحاد 1-0 الداخلية تعادل مع انبي 1-1 واسموحة كسب الحدود 2-1 يوم الاربع من الاسبوع 17 الاسماعيل والجنة تعادلوا 2-2 والاهلي فاز على المقصة 2-1 النهارة المصري كسب الزمالك 2-1 ومن الاسبوع 29 الدوري قصه لازق كتير اللي قاله الاهلي بيتأجله وبيتزبط له الكلام ده كله في الاسبوع 29 طلاع الجيش فاز على الداخلية 2-1 المقولين العرب كان فاز على حرص الحدود 1-0 والاتحاد السكنداري خسر من برامدس 3-2 برامدس حول تأخره مرتين للفوز 3-2 في مباراة برضو درامية يعني اترد منه لعيب وستطاع انه يسجل هدفين وهو نقص الجمعة 12 ابريل بكرا ان شاء الله سموحة والانتاج الحربي يوم الحد المصري والاسماعيلي يوم لاثنين مصر المقصة مع بيتروجيت وإنبي مع الجونة تأجلت مباراة النجوم والاهلي والزمالك ووادي دجلة جدول الدوري اللي تصدره الاهلي بعد عند الاسبوع 25 هو ده اللي قدام حضراتكو وهنا رجع كل واحد لمكانه الطبيعي وعاد الاهلي حمل اللقب لصدارة المسابقة اللي لما كابتن سيد عبد الحفيز والاهلي في المركز الستاشر قال احنا مش بصين على اي حاجة احنا رحل المركز الاول وقتها كان اللي بيتمقلت بيتمقلت واللي بيهزر بيهزر واللي بيحفل بيحفل لكن الاهلي عارف مكانه طيب كويس او خلاص احنا الازواء ده متصدرين نتمنى ان نستمر ما فيش تحفيل ما فيش كلام احتفال غير عندما يفوز الاهلي بالدور خلصنا احنا مش احنا اللي نفرح ان احنا نتصدر المشد احنا نفرح عند الحق حظ البطولة بالظبط لاز كده